انفراد 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 ما تنشرش في اي وسيلة اعلامية ولا تنشر في اي قناة ولا تقال لكن بفضل الله بفضل الله ربنا بيبعث لنا رزقنا في مثل هذه الامور لانك بتكتهد وبتجري وبتدور وبتعمل كده مش بتقعد تستسلم على اللي يجي لك فقط فبفضل الله انفراد خسر نجم الاهلي السابق وهيدرس فيلدي الحالي وبرامد المتوقع خسروا 6 مليون جنيه اعلان كانت بتجهز له فودافون كان فيه كابتن محمد صلاح وفيه رمضان صبحي ورمضان صبحي هو الوحيد اللي ينفع يتاخد من الناد الاهلي لان اللي واخد رعاية الناد الاهلي شركة وي ففودافون عاوزة نجم فرقم واحد في مصر بعد محمد صلاح هو رمضان صبحي فاتفقوا مع رمضان لكنهم لم يوقعوا تعاقب والاتفاق كان يقضي بحصوله على 6 مليون جنيه 6 مليون جنيه نظر المشاركة في هذا الاعلان لكن مع رحيله عن الناد الاهلي تم إلغاء الاعلان تم إلغاء ايه؟ الاعلان قال لك مش هنعمل اعلان مع رمضان صبح مسؤول في شركة فودافون مسؤول بارز وكبير يعني في شرك بقوله طب ليه تراجعت عن الاعلان قال لي يا سيد ابو المعاطي احنا عندنا حاجة اسمها لحظة لكم عليها الهلي بالاسم يعني اللي هي بتقيس الرأي اللي عنها اسمها قسم الاستماع الاجتماعي قسم اسم الاستماع الاجتماعي الاستماع الاجتماعي ده بيرصد اللي جاي ده محبوب ولا مش محبوب له جمهرية له شعبية فالقسم ده كان دايما حتطلهم رقم واحد في مصر من اللعيبة رمضان صبح بعد اعلان الخبر انتقل الى قسم المحظورات قسم الاستماع الاجتماعي ده قال للرجل المدير التنفيذي في الشركة قال له لا ده بقى في قسم المحظورات يعني ايه يا عم قال لك يعني اي حاجة بتفكره تعملوها معا له فلاغوا اعلان قمته ستة مليون جنيه يحصل عليها رمضان صبح طيب ورجع اعلان طايجر قبارباربع مليون جنيه يبقى ده عشرة مليون جنيه نخسرهم في اسبوع يبقى اسم الاهل يساوي ولا ما يساويش يساوي عشرة مليون جنيه نخسرهم في اسبوع اعلانات انا بقولك اقسم بالله من بقى مسؤول كبير في ودفون بقولك اسم الشيخ ما بطلعش اقولك بقى احدى شركات الاتصال ومش عارف ايه لا بقولك بشكل مباشر في ودفون وطبعا بيتابعني نجوم كبار في مجال الكورة وفي مجال الفن وفي مجال السياسة يقدروا يتأكدوا من صدق معلومتي عند المسؤولين في ودفون وهم محمد صلاح وكان فيه حد تالت يبقى معهم تيما تالتة كان ممكن يبقى ميد وبتاع بحس يبقى اهلي وزمالك وعلامي وحاجات بالشكل ده واخدى طبع كبير وكان يبقى فيه برضو مجموعة اخرى من اللاعبين فكان الاتفاق مع رمضان صبح على 6 مليون جنيه نظير المشاركة في هذا الاعلام تم إلغاء هذا الاعلام طب يا عم أبو المعاطي انت بتقول لنا معلومة طب يعني فدفون قوي بتحب الناد الاهلي لا بتحب له مصلحتها بتحب مصلحتها او الله بتحب مصلحتها هي بالدرجة الاولى مش بتحب مصلحت الناد الاهلي من قلت لك قسم الاستماعي الاجتماعي ده قال لهم ايه رقم واحد في مصر رمضان صبح في اللعيبة ومحبوب وجماهيري والدنيا كلها وبتاع حتى الزمالكاء وبتمنى يكون عنده بعد ما عمل حركة برامد سألهم انقلوه الى قسم المحظورات لا تفكروا فيه نهائيا في المشاركة في اي حاملة اعلامية طيب المسؤول البارز اللي في الفدفون قلت له طب يا باشا عاوز نموذج قال لي لقلت له الجمهور بتاع حبيبي يحب يقدم له النموذج كده عشان أقول لهم ده الفدفون دي سبق انها عملت دي قال لي خذ يا سيد كان عبدالله السعيد موقعين معاه باربعة مليون جنيه انه يعمل لنا اعلانين اتنين اتنين اعلان من قبل موضوع نادر الاهلي والزمالك واهل جده والصفر والحكاية قال لي كان شارك في اعلان مقابل اتنين مليون جنيه وكان بقى اعلان تاني قلت له اه قال لي في الاعلان التاني ادين له الفلوس وانه انه مش هنصور الاعلان هنحترم تعقدنا معاك فهتاخد فلوسك لتنين مليون جنيه لكن مش هنصور معك إعلان قاله ليه قاله أنك انت واجد خسرنا عند الرأي العام ووقتي تؤدي إلى أن الناس ما تشتريش فودافون ده تقفل فودافون أنا أريدك معلومات والله العظيم من بقي مسؤولين ومسؤولين بارزين ومحترمين لهم كل التقدير وكل احترام يعني مش هقولك مثلا لهم كل التقدير وكل احترام فقال لي فضلنا ندي الفلوس لعبدالله السعيد ولا نصورش الإعلان احتراما لعقدنا رمضان صبح قال ليه كان اتفاق يلقى إلى مرحلة التوقيع لك من كنا خلاص بنخلص وبنشوف التوقيتات ايه اللي نصور معاه ومعه كابتن محمد صلاح ومن مصر ميدو وارد حسام غالي وارد بركات وارد تريزيجي قال لي كانت الترتيبة كده بس كنا اتفقنا على 6 مليون جنيه نظر المشاركة في هذا الإعلان يبقى كده رمضان صبح خسر 10 مليون جنيه كان يمكن أن يحصل عليهم لمجرد ارتباط اسمه باسم النادي الأهل 10 مليون جنيه في اسبوع مش أنا اللي بقول إعلان تايجر 4 مليون اللي هو وراع النادي الأهل و 6 مليون جنيه من فودافون وما خافي يا كنا أعظم لأنه ما عندش التفاصيل بس دي كانت صدمة مؤلمة ومجعة لرمضان صبح اللي كل شوية عمالي عبد الأنامي اللي أنا إيه اللي عملته أنا إيه اللي سويته أنا فرحتي من الفلوس دخلت البنك أنا كده خسرت الإعلانات في مصر على مدار حياتي هقعد في الملعب عشر سنين كمان 12 سنة مين اللي هيجبني في إعلان إلا إذا كان واحد ضمن مجموعة يعني منتخب مصر على كاس عالم واحد ضمن المجموعة ماشي لكن يجي بقى إعلان مثلا زي ابن النادي بتاع لوحده وكلام من ده ويقبط فلوس لأ ما فيس لأ ما فيس لأ ما فيس وأبرز هاجة دلوقتي معلومة في دفون مش عند دحق كل دلها تمشي وراه اسألوا كل كبار المسؤولين في فودافون فودافون اشترت جمهور النادي الأهلي وبعت رمضان صبح قلت لك إحنا كنا في مرحلة رعاة النادي الأهلي مرتين تلات سنين وتلات سنين وإحنا بنحب النادي الأهلي دلوقتي ويه هي اللي وقدها النادي الأهلي لكن برضو احترامنا لجمهور النادي الأهلي ما يتغيرش ما يتغيرش فاحنا بنشتري جمهور النادي الأهلي وده فودافون ما بتعملش كده غير بونان على دراسات ما لو مش عارفة أنها هتخسر لو جابت إعلان هيلاقي بقى ملايين الأهلوية بيلغوا خطوط فودافون على طول ألف به ليه لأن جمهور الأهلي يحب ما هو ده مصدر قوة النادي الأهلي جمهوره 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 هو مصدر قوته لا قدرته ولا لعبته الإدارة دي روح وتيجي واللعبة يروح وييجي لكن يبقى الجمهور هو اللي بيحافظ على مبادئ وقيم وتقاليد وثقافة النادي الأهلي قال لك ده ما يرجعش تاني خلاص طب هو دلوقتي في أسبوع خسر عشرة مليون جنيه فرح بإيه فرح بفلوس زيادة في بيرامز خسر أضعفها في الإعلانات ده في أسبوع ما بالك بقى الموسم ما بالك لما يبقى جاي رمضان اللي جاي ما بالك بقى الأهلي لما يكسب بطولة أفريقيا إن شاء الله ويبقى فيه إعلانات وحكاية ورواية من الرعاة ما أخسرها ما أخسرها فده أنا بقولي المعلومات دي عشان اللعبة اللي بتفكر تحت رجليه وعشان جمهور النادي الأهلي يعرف مدى عظمته ومدى تأثيره فيه عند صنع القرار فيه كل الشركات الكبيرة المالتي ناشنال والمحلية في الإعلانات تايجر قال له بايبار هاتل أربعة مليون دفعه بعد ما صور الإعلان خلي بالكوا دي كبيرة جدا بعد ما صور الإعلان لأنه صوره معاه لحكم إن هو لاعب في النادي الأهلي طب ماشي طب ماشي طب ما كان يقدر تايجر يكمل معاه تايجر صوره معاه بحكم إن هو لاعب في النادي الأهلي وهو راعي للنادي الأهلي لكن النهار ده مشي من النادي الأهلي فتايجر خلاص قال له يا ابنة هتخرب بيتي تعال هاتفلوسك دفع الفلوس لأربعة مليون جنيه فودافون قال له لا مش عاوز أخارس رغم وجود محاولات من نجوم آخرين لتحسين علاقته بفودافون وبقبار مسؤولين الشركة المسؤولين قالوا بالنسبة لنا صعب احنا بنشتغل وفق الشركة الأم الشركة الأم في إنجلترا لها سياسة عندنا قسم قال رقم واحد فتعاقدنا معاه ونفس القسم قال ده بقى من المحذورات اللي هو قسم الاستماع الاجتماعي قال لك بقى من المحذورات يبقى تبعد عنه زي ما بيقولنا أن عمر دياب رقم واحد فنعمل معاه إعلان زي ما بيقولنا أن أبو المحذورات رقم واحد على يوتيوب وهيعمله معاه إعلان منه لله اللي كان السبب آه كنا نعمل إعلانات الفوضافون والله الحمد لله رضا الحمد لله فدي خسارة موجعة ومؤلمة للكابتر رمضان صبح وعلى جماهير الناد الأهل أن تفخر بدورها وتأثيرها في مسيرة الناد الأهل وفي مسيرة كل من يفتري على الناد الأهل نعمة ربنا أدها لك ربنا أدك نعمة اسمها الارتباط بالأهل جريت اللي مسجر للرموت كنترول لا كذا ولا كذا ولا كذا جريت على الفلوس طيب اللي حصل لك النهاردة خدت الفلوس وقاعد محبوس مع نفسك مش عارف تختلط بالناس لأن كل ما بتروح من حتة مش أقولك بتتضرب لأن أنا ضد المبدأ ده لكن بتواجه العتاب واللوم الشديد من جماهير الأهل العظيمة من جماهير الأهل العظيمة فبالتالي خسر رمضان صبحي خسارة فادحة في هذا الأمر خسر أنه هو عشرة مليون في أسبوع ومن هنا يجب أن يفكر كل لاعب يرتبط بالناد الأهل وعشقته جماهير الناد الأهل ماذا الضرر الذي سيلحق به نتيجة الغدر 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 بالحب التي تمنحه له عشرات الملايين من جماهير الناد الأهل في مصر ماشي طيب عاوز أنتقل إلى كابتن شريف إكرام كابتن شريف إكرام